السلام عليكم ورحمة بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو اليوم فيديو مهم ان شاء الله شكرا لكل سيدك التواصل معي في الخاص في الانستغرام اللي هو وصفات نورة بطبيعة الحال كيكونوا بزرد السيدات عندهم تجارب حقيقية في سرعة حدود الحمل وصفات طبيعية جربوها ونجحات معهم وكيبغيوا انهم يتقاسموها معكم معلش الله باش تعم الفائدة وهاد القناة هادي خصيصا بانها باش تكون واحد المعلومة سريعة جميع الاخوات اللي كينتظروا بفارغ الصبر الدرية ويا ربي ان شاء الله ترزق كل محرومة وكل اخت فيكم درية صالحة في القريب وتفرحونا جميع في هاد الايام المباركة ان شاء الله بقاي معي في هاد الفيديو المهم اكيد غدينا الاعجاب ديالك وبطبع تلحال مزيد من لايكات لكل فيديو كنحط لان فعلا كتكون فيه واحد المعلومة خاصها توصل الاخوات اللي كينتظروا هاد الوصفة هادو الناجحة باش ان شاء الله توصلهم في اقرب فرصة ممكنة الاخت اللي معنا في هاد الفيديو هادا توصلت معايا وطلبت مني انني انحط الوصفة ديالها لجربتها وكان الحمل بتوأم ما شاء الله بطبع تلحال هاد الوصفة هادي نشطت لها الابادة مما ادى الى حدود الحمل بتوأم بسرعة ان شاء الله وكان هناك واحد الحمل سريع كانت هاد الاخت هادي عندها واحد الغياب في الدورة مدة ثلاثة اشهر نظرا لانها كانت كتستخدم اللولب الهرموني بطبيعة الحال هاد الامر هادا ادال انها غابت عليها الدورة مدة ثلاثة اشهر يعني تخلع تقلقات اكيد ان هاد الامر غير طبيعي وغير صحي بالمرة مجرد ما تغيب لك الدورة ولو لشهر واحد الشهر الاخر ضروري خاصك تزوري الطبيب باش تشوفي شنه هو المشكل اللي عندك ربما يكون هاداك والسبب وراء تأخر الحمل من بعد يعني مشات للطبيب بالفعل مدة ثلاثة اشهر وهي كتنتظر الاختبار السلبي ومع ذلك يعني الدورة كتبقى بقات عندها متأخرة مشات للطبيبة ديالها قامت بالفحص ولقات بان هاداك والمشكل اللي كان عندها هو انها كانت كتستخدم ذاك الوسيلة ديال منع الحمل وهي اللي اخرت له هاد دورة ثلاثة اشهر اعطات هاد طبيبة دو فاستون اللي رجعت له هاد دورة ديالها من بعد يعني دك شهر من دو فاستون حاولت انها تجرب هاد الوصفة هادي اللي غادي نذكرها لكم بالتدقيق والتفصيل سجلوا معايا جميع المعلومات المكونات ديال الوصفة سجلوها كيف ما هي اعطتكم نصف ملعقة ديروا نصف ملعقة يعني ما تكتروش في المقادير باش تنجح معاكم الوصفة ان شاء الله بطبيعة الحال ان هاد الوصفة هادي ضروري تكون الدورة ديالك كانت عندك ذاك الشهر باش تجربي في ها الوصفة بالنسبة للسيدات للاخوات اللي كيسولوني ما عندهمش الدورة يعني ما كتجيهمش في الشهر يعني كتبقى ديما متأخرة عندهم ضروري هادو كمشي ويشوفوا بعدد الطبيب اولا يعرفوا شنا هو المشكل باش ممكن يعني يقدوا انهم يعاجوا هذك المشكل ويتم عندهم الحمل بعد ذلك يستخدموا الوصفات الطبيعية اللي كنحط في القناة وكين وصفات ممكن تستخدمها بدون ما تكون عندك الدورة للسيدات اللي عندهم سن اليأس بطبيعة الحال ضروري خاصك اولا تجربي الاختبار تشوفي واش مكنش هناك حمل عاد جربي الوصفات يعني هاد الامر في غاية الاهمية بالنسبة للسيدات اللي الدورة ديالهم كتغيب بالاشهر بالنسبة للاخوات اللي عندهم ضعف الابادة اللي عندهم ضعف بطانة الرحم عندهم تكيوس المبيض هاد الوصفة هاديرها خصيصا لهم يعني هاد الاخوات هادورة ممكن يستخدموا الوصفة اللي استخدمتها الاخت اللي معنا في هاد الفيديو هذا وان شاء الله تجيب معهم نتائج مرضية لانها كان عندها ضعف الابادة كان عندها تكيوس المبيض وكان عندها ضعف بطانة الرحم يعني بمجرد ما كتلقح البويضة ما كتستطعش انها تنغارس في جدار الرحم نظرا لان السمك دياله كان ستا ميلي متر فقط يعني هاد السمك هاد فهو يعني صغير بزاف رقيق بطانة رقيقة ضعيفة اللي ما غاديش تقدر انها تستحمل الحمل تسعة اشهر وبالتالي هاد الوصفة هاد جعلت لها البطانة قوية ما شاء الله وكذلك التبويضة رجع نتاضمه وبسرعة ووحد التنشيط اللي هو قوي لهاد البويضات اللي ما شاء الله كان الحمل بهم بتوأم وكتمنى منكم هاد الاخت هاد يدعيو لها بتبات الحمل يا ربي ان شاء الله تبت الحمل ديالها وتشوف التوأم ديالها بخير ان شاء الله بالنسبة لمكونات الوصفة وقبل ما نعطيها لكم كذلك نبغي ديما نذكركم كل سيدة شافت الفيديو ديالي وعجبها المحتوى دياله ما تنسانيش من واحد اللايك تنسوا لي اللايكات باش هاك كتعم الفائدة ويوصل هاد الفيديو الجميع الاخوات ان شاء الله مكونات الوصفة كانت كت يعني قبل ما تدير الوصفة ديال التمر بالأعشاب كانت كتاخد أوراق الزيتون أوراق الزيتون ره معروفة بالفوائد ديالها في علاج البرد في الرحم أوراق الزيتون كتجيبها كتحولي أنك يعني تغسلها جيدا كتاخدي مغلة ديال أوراق الزيتون بدع أوراق يعني فقط ثلاث أوراق أو أربع أوراق كتديرهم في الكوب ديال الماء كتحولي أنك تغسلهم أولا من بعد يعني كتكبي أو كتتكبيع لهم الماء الساخن كتغطي الكوب وكتخلي المشروب حتى أنه يدفع ويتلقو دك المكونات ديال الوصفة وكتحاول أنك تصفيه وكتشربه ابتداء من نهار العاشر من الدورة من اليوم العاشر من الدورة حتى اليوم الخامس عشر هذه بالنسبة للطريقة الأولى اللي كانت كتستخدمها الأخت هذه بالنسبة للتمر بالأعشاب اللي استخدمته واللي فعلا نشط لها البويضات خمس تمرات مع ربع ملعقة صغيرة قرفة ربع ملعقة صغيرة سكنجبير أو زنجبيل ملعقة من الكمون مع ملعقة حب الرشاد ويعني هاد المكونات هادو كيكونوا متحونين وكتحاول أنك يعني تخلطهم جيدا حتى أنه من دم جمعة بعديتهم من بعد كتمل إيدك خمس تمرات خمس تمرات في الليل وخمس تمرات في الصباح على الريق إذن خمس تمرات في الليل وخمس تمرات في الصباح على الريق في اليوم الثالث عشر والرابع عشر نتمنى أنكم تسجلوا جميع المعلومات لأن هذا الأمر في غاية الأهمية سأكرر مقادير الوصفة بالنسبة لمكونات التمر بالأعشاب كتأخذي خمس تمرات من الأفضل يكون من نوع الرطب التمر الرطب من نوعية الجيدة مع ربع ملعقة صغيرة قرفة يعني الأعشاب كتخلطهم على جنب من بعدها كتملئ بهم التمر ديالك ربع ملعقة صغيرة قرفة ربع ملعقة صغيرة سكنجبير أو الزنجبيل ملعقة من الكمون مع ملعقة حب الرشاد وكتخلط العناصر جيدا كتعمر بهم التمر خمس تمرات وكتأكلي في الليل وفي الصباح الباكر على الرق اليوم الثالث عشر اليوم الرابع عشر في كل مرة يعني كتحاولي أنك ذك خمس تمرات تقسميهم بطبيعة الحال في الليل وفي النهار باش هكا كتكوني كليتي خمس تمرات في اليوم إذن خمس تمرات كتوجديهم كتأكلي مثلا ثلاث تمرات في الصباح وتمرتين في الليل وهكذا يعني تكتكملي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر من الدورة وإن شاء الله تكون هدية الوصفة الكافية الشافية المعالجة لجميع المشاكل اللي كتكون متعلقة وبتأخر الحمل والإنجاب بطبيعة الحال أن هد الوصفة هدية غتكون قوية لجميع الأخوات اللي كينتظروا الدرية اللي عندهم مشكل بسيط خصوصا السيدات اللي عندهم جودة الإبادة ضعيفة ممكن تناسبهم هد الوصفة هدية وتكون علاج إن شاء الله لجميع المشاكل اللي كتكون عندهم ويكون الحمل بسرعة في ذاك الشهر بإذن الله بطبيعة الحال إذا عندكم أي استفسار أو سؤال خلوا للتعليق ديالكم أسفل فيديو كان بغننا نقول لكم يسمحوا لي جميع الأخوات اللي ما كانت مكنش أنا نشوف التعليق ديالكم في كل فيديو كنحطه كل يوم حولي أنك تكتب لي التعليق وغادي نشوفه إن شاء الله ونجاوبك في أقرب فرصة ممكنة شكرا لكم على الدعم ديالكم للقناة وشكرا لكم على التتبع لجميع الفيديوهات كان نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي وكانتمنى من جميع الأخوات اللي جربوا وصفات طبيعية ناجحة يتواصلوا معايا في الصفحة ديالي غنخليها لكم في أول تعليق باش هكا تكونوا كتار اللي هي وصفات نورة كان جاوبكم على جميع التساؤلات فيها وإن شاء الله نكون يعني تستفدوا أكتر وأكتر إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة